بس مارس الكولر بصراحة أبدأ نزعاجه بحسن معلوماتنا من إذاعة المباراة الدايق اتنرفز هو كان طالب من الأهل أو من الجهاز الإداري في النادي الأهل إن المباراة لا تزع هو محبش يزع المباراة قلو الدايق أحد المتواجدين في المدرجات صور المباراة لايف وبدأت الناس تشوف المباراة كل الناس تشوف المباراة على السوشيال ميديا ده أزعج جدا مارس الكولر والجهاز الإداري قال له مكناش قادرين نعمل حاجة لمشجع واقف بيصور في المدرجات هو ميحبش مارس الكولر من الموسم اللي فات لو تفتكروا في السعادات الأهل الموسم اللي فات كان رافض إذاعة أي مباراة استعادية للنادي الأهل خالص يعني الموضوع ده بالنسبة له مقفو بعد المباراة مارس الكولر قعد مع اللعبين الجدد تحديدا وأشاد بالمستوى اللي قدموه والأداء اللي عملوه إمام عشور ريدا سليم صلاح محسن العائد من الإعارة وهزر مع محمود عبد المنعم كهرباء قال له مش مشكلة ضيعة ضربة جزاء النهاردة عادي يعني بتحصل في المباراة الودية بس في الرسمي مش هسمح لك بالكلام ده مش هيبقى مقبول طبعا بهزار عشان ضربات الجزاء دي ما تقدرش تهدد بها العيب يعني هي بتبقى ضربات حظ في كل أحوالي بس كان بيهزر معي نادي الأهلي في الساعات اللي فاتت تسلم باقي مستحقات صفقة انتقاء الحمدي فتحي إلى الوقت الأهلي كان خد مقدم التعاقد مليون ونص دولار وكان فضله مليون وسبعمائة وخمسين ألف دولار الأهلي حصل عليهم يعني خد مجمل الصفقة تلاتة مليون وربع تلاتة مليون وربع مليون دولار رقم حلو يعني ينقش الخزينة بتاعة النادي الأهلي ويفرق مع النادي الأهلي في صفقاته الجديدة تحديدا المهاجم وما زال البحث عن مهاجم للنادي الأهلي هقول لك حاجة توقعوا معلومة لتنين مع بعض يعني معلومة أن مارس الكولار زي ما قلت لك مبارح يصر على التعاقد مع مهاجم أجنبي قبل الموسم الجديد كانت كلامة قال أنه ممكن يأجل ده اليناير كانت كلامة أنه هيعتمد على صراحة محسن وكهرباء الراجل قال أنا لازم أخش الموسم الجديد بمهاجم أجنبي ده أو دي المعلومة النهاردة بعد قرأة كأس العالم للأندية ووقوع النادي الأهلي في منافسة أو في مباراة مع غالباً الاتحاد السعودي الأهلي هجيب مهاجم هجيب مهاجم وأنا بقول لك أهو هجيب مهاجم بكواليتي جامد جد يعني لو مش الراجل اللي عايزه مرس الكولار اللي هو سوزة هيدوروا الأهلي هجيبهم مهاجم بكواليتي كبير جد كواليتي رائع جد مهاجم بكواليتي كبير جد